أقولي أخي الكريم البرصة الحديث عنها كثير والبرصة فيها أسهم مختلفة وسندات وكذا البرصة السعودية تختلف عن البرصة المصرية البرصة المصرية لها أحكام برصة السعودية لها أحكام لكن أظن أن أخي الكريم لهجته مصرية وأنه يسأل من داخل مصر فأنا أجيبك على البرصة المصرية فأقول الأخ الكريم البرصة بتعلن عن أسهم معينة العلماء يقولون يجوزوا الاشتراك في هذه الأسهم بشروط الشرط الأول أن تكون الشركة الطاريحة الأسهمية حلالة لا تكون شركة دخان ولا بنك ربوي ولا شيء فيه مفاسد أو دعارة أو نحو ذلك أو فندق بيقدم خمر لا يبقى أن تكون الشركة الطاريحة الأسهمية حلالة الشرط الثاني بارك الله فيك أن تعرف أنت معاملات الشركة تطلع عليه الشرط الثالث أن يكون البيع بيعا حقيقيا وتملكا حقيقيا الشرط الرابع أن يكون القائم على الشركة مسلما حتى يعرف ما يحل وما يحر هذه شروط أربعة إذا افتقد الشرط من هذه الشروط فلا جزلك الشراء الأسهم ولا بيعها تقول لا أنا لا أريد أن أعرف الشركة وأنا بشتري الأسهم لما ترفع بيعها وخلص لا لا يجوز أن تدخل مالك في تجارة لا تعريف وحد قال لك اعطني مئة ألف والطول قال سأتاجر فيه ستتاجر فيه ماذا؟ لا ليس لك دخل هتبيعه وتشتريه لا دخل لك هل يجوز؟ لا يجوز لك بهذه الطريقة لا يجوز لا بد أن تعرف فمعظم الأسهم المطروحة في البورصات الآن كما ذكرت لك تدخلها محرمات أو شبهات فأنا أنصحك أن تخرج منها أما البورصة السعودية فقسمين فيه أسهم عادية وهناك أسهم إسلامية كل أسهم لها طريقتها في التعامل ولا نطيل بذكرها لأنك أظن أنك تريد البورصة المصرية أو العالمية شكرا شكرا